إلى أولئك الذين همشوا من كلام الناس إلى أولئك الذين كسرت قلوبهم من كلام الناس إلى أولئك الذين هربوا إلى أزقة الظلام من أعين الناس إلى أولئك الذين يتمنون أن يدفنوا أحياء من كلام الناس إلى أولئك الذين أصبحوا طوائيين من كلام الناس إلى أولئك الذين يتعرقون خجلا أمام الناس يا سادة ارحموا قلوب الناس واجبروا قلوب الناس جبر القلوب يا سادة ارحموا قلوب الناس يا سادة لا تتصل لا تكونوا وحوش هائجة تهيجوا على قلوب الناس تنهج قلوب الناس يا سادة الناس متعبة من ضنك الحياة ومن كد الحياة ومن مشاغل الحياة وتعب الحياة وهموم الحياة ثم أنت تأتي بكلامك لتزد هما ووجعا على قلبي أجبروا قلوب الناس واعلموا أن جبر القلوب من أعظم العبادات عند الله سبحانه وتعالى لهذا جبر القلوب بكلمة بابتسامة بلمسة يد حانية جبر القلوب حينما تأتي تقول أنت عزيز أنت قوي أنتم لا تعلمون موقف الرجل حينما يأتيك قد كسر قلبه وتقم بجبر قلبه يا سيدي سددوا وقاربوا واجبروا قلوب الناس والله سيجبر قلبك ولو بعد حين هل جزاء الإحسان إلا الإحسان قاعدة إلهية وضعه الله عز وجل شانه في كتابه الإحسان أكافئ إحسان جبرت قلب إنسان رب الكون سيجبر قلبك لهذا اعملوا الخير وضعوه بين يدي ربكم والله لا يضيع أعمالكم ترجمة نانسي قنقر